اشتركوا في القناة القانوني تعليق على الأداة وعلى النتيجة وعلى ضربة الجزائي عبد مجيد ضربة الجزائي شكو نجيبها عوفمين أكونا لليل جوش دونك فرض أسلوب على هولندا هذك ليه معناها رأوا فرض أسلوب سي أمبرطان اللي قلتو انتاقشوا فيه أما رأوا لارزنطين حضر ما تشهم ليح بدل رسمة تكتيكي خطر يعرف اللي لقرة تلعب توسنك دو بحبي يبدل أما على المستوى الوقفة وعلى المستوى الأكسبرينس وعندها ميسي معناها يكيب معناها موجين وكمبلت والدليل أن الكورة جيبها لليل جوش معناها ضرب الجزائي معناها مستحقة سأل سؤال عادل هامبرشا اليوم في المونديال قدش من من مخالفة شفنا تسجلوا وش برش واحدة ببيدغار واحدة راشفورد ضد لونغوتير واحدة المكسيك ضد السعودية زوزبرك معناها هذا حاجة محيرة قبل في كوب دي موندي يشوفوا الكوفران من 30 من نوص حتى 35 متر محيرة فما تراجع فما تراجع كبير عندك تأخذ الاستاتيستيك بتاع الكوب دي موندي الكل البراريتي كانوا حاسمين برشا السناء تقريبا شوفنا كان دو باريتي أنفاس دي بوت فما دي باريتي معناها على جناب سجدوا منفاس دي بوت زوز ومسي حتى بمسي ما عشت عنده القدرة اللي كان يخلط الكورة ما زالت عنده القدرة شوف جيتوا برشا برشا المخاطفين ما سجلهم شوف نحكي على تسجل دوب على تسجل دربيت تعقيبا على كلمك حسني شبط عطول بتاع ملاعبية الهولندا هكا ولا وقصر بتاع ملاعبية الارجنطين بتو في الكرات الثابتة صحيح طول عنده أهميته ولكن التمركز الدفاعي في الكرات الثابتة في الركنيات في الفاولات على مين وعلي سار شكونهم دوباز تخدم دفاع المنطقة ولا تخدم المحاصرة الفردية ولا تخدم لا ديفونس ميكس لذلك على حسب المنافس وهذا يتخدم كل شيء يتخدم كرات الثابتة مجد يتخدموا بيانسور كيف يتخدموا بيش بالربيتسيون ديما نرجع وقوله المخ يبرمج ديما توقع البرمجة بتاع المخ دوك بالربيتسيون يسجلوا المخالفات لكن تزيدها لا تنسيش الحقيقة بتاع الحراس وبتاع المدافعين نحن تزيد هالمدافع هذي اللي يتمركز تحت الميور والمدافع هذوما الكل يخليوا يمكن ينقص بعض الرئيسيط في الكرة الثابتة نقصوا 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 نحسوا معتهم مهوش في التوب متاعهم معتهم أني با نقص معتهم 100% ما تتحس بني قريبة برشا شويلة شويلة تسجل هذوما كانوا يتحطوا 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 كما قال جيد عادل يضيع يهدر أكثر من اللي يسجل وتيحت له عدت كورات ثابتة حتى في الفام ماتر كما لبيلانتي أي ندرع عامل السن هذا عامل السن لم يعود ميسي كما رولادو في علاقة بالتجهيل بالتحرك في متاقة الجزاء يصرف بالاسم عادل هذا في شبه الموضح يصرف باسمه لم يعد ميسي سلوات الماضي سمحني يا حسني ميسي صحيح ما عادش كما ميسي متعقبل لكن ديما عنده انفليونس على الجروب وعلى انفليونس على الوجود أنت ترى سمحني حتى كي يبدأ مش تشوفوا هنا شي يعمل هو هو سي البرميير ديفونسور هو يعطي في صحيات هو قاعد يشجع في صحابه ويشوفوا كل كوره هو القوتي هو القافل أكيد تجرى الجميع ميسي حبي نخصدته في سجل المتاعه مانا يحبي نخصدته وديما يتكلمون ميسي ما هذا شي حتى كي يسكوب أمريكا بالنسبة للرجنتين ما هو مارادونا للي هسكوب دي موند و و هو على فكرة اليوم مع هذا الهدف عادل يصبح في كأس العالم لكي نعطي الخبر بأربع هداف وراء كيليون بابي اللي عنده خمسة بده يصبح ثاني أفضل هداف بأربعة هداف ومعلومة أخيرة هذين الهدف العاشر له في أربع وعشرين مباراة في كأس عالم لليل يفهمك الحوار سير سيفن كريستيانو ميسي على مصر والمشاركات والاهداف هذين عاشر هدف له في مشاركاته الموند يالي طبعا ننتظر ما تبقى من مباراة الأرجنتين وولندا ونتيجة لماذا أعتقد الأمر حوسم مبدئيا في هذه المباراة لا تصور ما تصور ما تصور مفاشئة هكذا سعيب تشوف حتى التغييرات ما هم تغييرات لخمامنا موش الأرجنتين اللي بش دخل دي ماريا ولا ش دخل لو تروا مارتينيز بنفس الانضباط التكتيكي نفس الهدف وأنك تكون صلب في الناحية الدفاعية يكون الخطوط قراب يكونوا لاعبين عندهم القدرة على الركض خطر كما قلنا وقت ما عندكش الكوريز عندهم القدرة على التحرك وتنقل بسرعة وعندهم القدرة الخاصية في افتكاك الكورة لأنه افتكاك الكورة فما لاعبين ما يقدرونش حتى يكون يشتغل الدور الدفاعي كما ينبغي في التمركز لكن الخاصيات هذهم خاصيات تميز لاعب عن لاعب واضح خاصيات تميز لاعب عن لاعب ولأنه البارح كان الاتجاه متاعكم وكلكم رشحتوا هولندا للتأهل واستغربت لنا لكن انتم ما استغربتم من استغرابي فمذابية تعطيني التفسير على لماذا حتيتوا هولندا وقصيتوا للرجنتين وقت هولندا إلى حد الآن ما نجم تعمل حتى فرصة واضحة المرش لاستغرب تطور كون الفغير القوان عبر في المنزيل ألقى المسؤولية علينا تقييمنا كان غالط تقريبا على حسب المباريات التي تلعب وحسب معطيات زيادة حسب ديستاتيستيك شوفنا للمنتخب الولندي ناجع أكثر من المنتخب الأرجنتيني شوفنا للمنتخب الأرجنتيني عقيم في الخروج بالكورة لا عنده حلول لا عنده لغراندي كيب شوفنا منتخب الولندي منظم أكثر من المنتخب الأرجنتين وهذا كالليس صار تقييم لكن سيماجيد لكن التغيير الخطة التكتيكية لا تقلاش الحل لكن تعمل الفرق رموصة لكل هناك كالليتي ديجور شوف في هولندا لا تلقاش ديجور 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 يجي مي بدلك ماتش هناك ميسي هناك إنزو هناك كاليسي شوفوا الخدمة اللي قاعد يعمل فيها والسيطرة اليوم هناك أهم شيء الأرجنتين هزت مع مينوتي أو الكوب دي مونت وبعد عودت مع بيلاردو اليوم دوز أرجنتان سكالوني ستانة أرجنتان معنا يحب هو بيدو يدخل بالتاريخ مع المدربين الأرجنتين يهزوا دونق قاعد يجتهدوا قاعد يفكر وراهوا اليوم ديما نعاوي في ماتش رأوا لكاليتي ديجور تفرق كان نحطوا ميسي في هولندا طوي وليس كور دوزيرو بالنسبة لهولندا تحكي على الكاليتي ديجور الأرجنتين خرجت ديجور في الإيكيب ديجور تيتولي وبدلت رسم التكتيك وحتى دوت رجور اللي يمشيوا مع التوجه متاع المباراة هذه الشي اللي خلّه لويز فانجال ما يلقاش الحلول كما قال خطر لويز فانجال كيف نحن بنين بنين التوقعات متاعنا على اللي صار في الكوب ديموند هذا على التصرف وتعامل سكالوني مع المباراة على التنشيط الهجوم متاع سكالونيا على التنظيم الدفاعي متاع سكالونيا متاع المنتخب الأرجنتيني هذا اللي نعرف وحنا نحضر المباراة نحضر على بيونسور لبرستيشون لاخرانين متاع الأرجنتين الأرجنتين يلقى روح لويز فانجال قدام اندسوزيتيف تكتيك اللي معانتها كل جور عنده تقريبا موالات محاصرة فردية معانتها على الملعب كل جور عنده واحد قدامه خضم شعار الهجوم حذر على الدسوزيتيف اللي احنا حكينا عليه واللي ناس كل تعرفوا لكن عملي عشبار علش معالش رياكسيون ديزيم يتون علش مغيرش علش مغيرش علش مغيرش معاندوش معاندوش الليكاليتي معاندوش ميسي ولا عنده بانبي ولا عنده ملاعبية نجمي يغير في العديد. ندور ندور نجمي جوار هي هي تكون أم في اليوم في لحظة الارجنطين تلعب بالرسم لك 3-5-2 ونزل ميسي نحطه في ولندا. طاوه. جملة. مش رسمي تكفيك. سي لكاليتي دي جور عفميان وما يعملوا في كل الماتشوات. فرنسا في الماتشوات الإخرانية. بابي. بابي. واحدة ديز إكسبلوان في ييل جابلك تزبوت وفت اللعبة. كيف معنا في الليماتش كيتبدأ قافضة كيتبدأ الأمور معنا ما يشميش يتلقى اللعبة في المليو التيران واحدة نقربه لترنتمتر للخرانية. نا بي. دي بلو كلاسيدي. تزيل الفرق. كنت أعمل لك. اثنين واحدة. تزيل الفرق. طو مش كان يعدلوا وتوارسوا شوي. مش ان. طولي يعدل. طولي يعدل. طولي يصحيح. هذك شو تحبت. هذك شو تحبت. هذك شو تحبت. يلا نذكركم طبعا مرة أخرى. مسبقة ثلاثة ثلاثة. العشرة مائل لولة والثانية. خرجتم ما زالوا. عشرة مائل لخيجي السنة وفيكم للربح. تجدون أنت الفائز. سهل برشة. أبعد حرف سي على خمسة وثمانين ثمان مئة واربعين. وجاوب على الأسلة باش تقوي حدودك في الربح. إذن سي على خمسة وثمانين ثمان مئة واربعين. وعش آلاف دينار للربح. مطعم السلطان أحمد يسجع دائما وأبدا. أتمنى التوفيق للمتخب المغردي في مباراة الغد. أجمل نكهية الشرق في تونس. مطعم السلطان أحمد بالمنار. مصنف اليوم بين أحسن المطعم المختصة في الأطباق التونسية والشرقية. بين الخليجية والسورية وخاصة التركية. من غير ما ننسى الأطباق العالمية. مطعم السلطان أحمد لؤلؤة الشرق. ومتعة التذوق في مكان فخم مع ضيافة ملكية. للاستفسار التواصل معنا على صفحة الفيسبوك أو الانستجرام. أو الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة. في ديافتنا الحريف هو السلطان. نعود طبعاً ونذكر ثين واحد المتدخب الأرجنتيني قبل تسعة دقائق من نهاية الوقت القانوني مقابلة مثيرة. وأعتقد الدقائق بشتبقة بشكون أكثر إثارة. حسن. استكمالة لفكرة مجيد مع المدرسة الأرجنتينية. هذا موضوع مهم جداً متروح في كأس العالم هذه. الأرجنتين على فكرة بقطع النظر على النسخة. هل هي متواضعة فنين. هل هي واقعية. هل أنه ميسي هو الخطاف يسنع الربيع وحده بقطع النظر. المدرسة الأرجنتينية على مستوى التدريب. قوبا حكيه على مينوتي وهو طالع بيلاردو. ريمون دياز باساريلا درب كفير. بينما فرصة ثانية ضاعت باساريلا درب كفير. ووصولاً إلى سكالوني. هذه فرصة مرة أخرى فعلاً. والمباراة ما زالت طويلة. سسة دقائق عادل ما زال وقت. وهذه نوع الكرة الثابتة التي يخافها الأرجنتينيون. قلت بالنسبة للمدربين الأرجنتين من المدارس القليلة التي وضعت ثلاث مدربين في كاس العالم. عندها سكالوني في منتخب الوطن. في منتخب بلدها. وعندها مدربين الأرجنتينيين في المكسيك وليكوادور. ثلاث مدربين الأرجنتينيين. تقريباً مع البرتغاليين والإسبان. حابت لقول المدارسة الأكثر حضور في كاس العالم. والأكثر حضور في الدوليات الأوروبية. وبكي نحكينا ميلوتي بيلاردو باساريلا ريمون دياز طبعا الأتلاتيكو مادريد ذكرني عثمان دياغو سيميوني سميت خمسة ستة اسمها إنجازاتهم غير عادية وبالتالي حتمتها ريفر بليت مارتشيلو جاياردو عمل كاريير كبيرة رغم أنها محلية في الأبرتورة والكلاوزورة في الدول المحلي وما بعدش خارج الأرجنتين لكن هذه مدرسة عريقة ويبقى لقماش لقماش أنا متفق مع الشباب فمجال من الزكسباري يقول لك ما هيش هذه أفضل لسخة للأرجنتين أنا متفق ولو مر الفريق اليوم أضيف من الشعر بيت أن الأرجنتين لن يذهب بعيدا في هذه الكأس العالمية حسب تقدير لن يذهب بعيدا لو تعدى في الأربعة دقائق اللي مزالوا من الماكينة البرتوقالية ما هيش ماكينة مبهرة الأورانج كما يقولوا لو تعدى لن يذهب بعيدا حسب برجكية تحكي الفريق الهولندي بدل في السيستام دوجون تاوه كي بدأ يقرب الوقت بيشوفها دي جاءوا يلعب الكورة بطيب التويلة ويرعب عدوا زيان بال نقال حل نقال حل في الكورات التويلة عدوا زيان بال خطر القامة تويلة وقادين يأخذوا في الكورة العالية نقل والكورات الثابتة اللي تحدثنا عليها واللي تاكتيكيا كانت محل الحوار مش تمرك على الكورة التويلة ما تبقوا هاش لم يتم اعتماد نقطة الكورة خرجوا على السيل دوجون تاوه احنا في اخر مباراة كي تبدأ معاتش عندك الوقت معاتش عندك الواحد مش تبشي القدام تولي تلعب كورة تويلة والهولنديين قامتهم متويلة كي ما كنت تحكي انت معاتش عندما مفانتاج على المدافعين لكن دي ما يقعد معاتش الفريق الارجنتيني خطير معاتش نتصور نتصور ممكن من هنا الخمسة دقائق يهبطش مهاجم سريع شوية ولا حاجة عالي كنتر عالترانزيسيون هابت لوطار هابت لوطار هابتو كيف كيف هاي ذي الخبرة متعلع بلك بارك شفت معتش برشة دان بيرد بالحكم زيدا الحكم الاسباني حكم الاسباني اقوى المباراة ازفرها دونك خبت حكم انتونيو ماتينو في مواجهات كما هكا عندها دور كبير لنجاح المباراة واخراجها برق امال لا نرى الفريق الارجنطيني معتها فريق بيانيتوفي معتها فريق ممتاز ولا ليس شرتوه معتها رياكسيون ومعتها قبل البونت ويلا نرى بشي يفقد الثيقة ويضيع السيل دوجون وإلا يلا نرى بشي حافظ على نفس شفت الكوات بدنيا نحس يعني الارجنطين اقل السعداد يعني من المنتخب الهولندي فرش فرش فالدايك وجهه لكما يبدو هذه لكما بس در عادل بس در بس در بس در بس در برجل فالدايك أما مهما كان حسني مهما كان مات شوف لا لا فهما نقطة هام عد مجهد هنا شوف الاربيتر عاملو ما يدخل في الفوضى في الحظة يعني يقض بعيد بشراق من بعيد ويأخذ قرار متاعه بعد إدجار دافيدس نزل ضمن الإطار الفني لتهدئة الخواتر يعرف لأنه حشته بالوقت يعرف الفريق عادل في حاجة إلى التوقيت بأكمله وليس في حاجة إلى مثل هذه الحركات تضيع له الوقت يعني طبعا مباراة أعصاب أكيد الرهان بتاعها الترشح للمربع الذهبي وأعتقد كل منتخب يحلم أنه يوصل بعيد في هذا المونديال خاصة من خروج برازيل نعف ووقع خروج برازيل على الأرجنتين وعلى الجماهير الأرجنتين أكيد المنافسة كانت كبيرة ونزلت بيناتهم وخروج منتخب البرازيلي أعطاه جوانح للمنتخب الأرجنتيني وجماهيره في علاقة بمباراته اليوم وهذا هي الأجواء فيما تبقى من من التوقيت أنا ممكن يزيد خمسة ستة دقائق على الأقل أكثر إذا مشاكل إذا ما زالت كورة ما زالت هي لعبة نرجع لكورة ثابتة كما ترى نحكي وإحنا القاد ظل الفريق الهولندي في كورات التويلة ستوب مع الكورة العالية قال خروج البرازيل أعطاه من يدفع المنتخب الأرجنتيني وفوز كرواتيا أعطاه أعطاه دافع للتفضل من ناحية خيقول جمالية اللعب والأجواء والنمبيونس في حد ذاتها متعاكس العالم تفضل الأرجنتين ولا تفضل المنتخب الهولندي ولا منتخب الهولندي أنا بالنسبة لي كما زيدا نفضل كنت نفضل منتخب البرازيلي المنتخبات هذو أنا شخصيا نفضل منتخب الأرجنتيني نفضل عنده يمكن أكثر فرديات عندهم لعبية يعملوا الفرق نفضل زيدا نشوف ميسي في بطولة العالم وين مش يوصل بالمنتخب الأرجنتيني لكلنا نحب اللعب الجميل عشرة قائق وقت بديل عشرة قائق وقت عشرة قائق مبارئ حمادي الإجابة على سؤال عادل سهل جدا عشرة قائق وقت بديل وكل شيء ممكن عادل مخالف العالم هو المخالف الذي يحكي عنه عادل أنا خبرتك أنا مش تمشي فين فنين خبرتك وما خبرتك مش تمشي فين فنين شوف ما في علاقة ما في صورة كما يقول يا بافوتو بالكأس العالم بالأرجنتين أو مغير أنت أشرت للحضور الجماهيري لحمى كأس العالم بوجود التنجو من عدمه لا علاقة عادل أعطيك رقم فقط الأرجنتين مع قطر فيما بلد ثالث لسه متأكد على تقديل المتحدة سيفه يحب يمشي من الكرة زوجته ويمشي تفرج في الكرة تلعب في قطر في هون ويمشي واحد من ثلاثة بلدان تجاوزت المليون بطاقة اشترات مليون متذكرة تكميولي على مجموعة كأس العالم مليون محب أو مليون تيكي بوقد يكون المحب اشترى أكثر من بطاقة الدخول لأكثر من المباراة المهم العدد الجملي لبطاقات الشعب الأرجنتيني لكأس العالم هذه تجاوز المليون تذكرة كما قطر واعتقد كما الولايات المتحدة الأمريكان يسافروا برشا وهذه نشوفوه في الأولمبياد وفي كوس عالم سيدي جرون فياجر وبالتالي هذا إجابة واضحة لسؤالك الكوب ديمون الخضر والصفر خرجوا السلساء وخرجوا كانت تكمل تخرج لك الأرجنتين اليوم هذه كارثة كبرى للفيفر للحمى وللأجواء خارج الملاعب وللمأكلات وللبيزنس وكل اللي تحبوه وهذه ما تعدتش للأسف الشديد على يتيحال في دقيقة 1992 وبالتالي حضور الأرجنتين مهم لكأس العالم تجاريا رياضيا حتى على مستوى الوقع والتغطية والأعلام الأرجنتيني كي البرازيلي يعني إعلام يمشي لكأس العالم ب600 و700 شخص أيضا معروف عليهم هذه التغطية يصور لك الجوار حتى يعني في أدق تفاصيله وبالتالي تكون خسارة خسارة كبرى لو خرجت الأرجنتين طبعا ننتظر صافيرة النهاية والوقت ما زال طويل أكثر من 7 دقائق كوقت بديل شو رأيكم في العملية التوقيت هذه والإضافة بتاع الوقت اليوسر بال10 و15 دقيقة وساعات 17 و18 دقيقة في مقابلة كاملة هذه هما الجزئيات قد ما تتلع في النفو قد ما الجزئيات البسيطة والهنا الوقت نحكي على طن إفكتيف نقول الكورة قد يش قعد تلعب إذا كان كل مباراة تره تقريبا الوقت بلوز وان دو منوت بالضبط اكزاكت بتبع الحال قد ما طن إفكتيف يزيد يكبر قد ما الوقت على اللعب الإجمالي يزيد قد ما بتبعة الحال المصداقية متاع اللعبة والمصداقية متاع المباريات تزيد تكثر لأنه كما شفنا هنا حسني قبيلة قال هما في غينان لكن في كاس العالم هذه وراء اللي معتش ما وقت يضيع ما فماش وقت ضيع وحتى تولى بروفونية وشوفوا في العشر دقائق فما أقل شي دقيقة واحدة أخرى باشتتزيد لأنه فما التوقف اللي صار في المخالفة يتزيد يتزيد مع أنت تزيد عشر تغييرات في التثير يتحق خمسة دقائق هذا محد وخمسة دقائق مع أنت فهم ستة دقائق في نيفوه كبير مع أنت نحن نتبخ وضيئ في الشامبيون بتاعنا مع أنت فهم 15-20 دقيقة يتزيد في كل مباراة أقل شي أقل شي أقل شي أقل شي أقل شي أقل شي لا يقضينا بالحق حاجة مهمة حاجة مهمة والفي رقل بيش تضيع الوقت تولي تعمل حسابة تقول لك بيش نضيع بيش يزيدني عشر دقائق ولو خمسة عشر دقيقة معتا الناس كلها تتلهي باللعب وما تضيع وقت لكن تجربة ناشحة يعني كلنا بالحق معنا ناشحة لأنه في صالح جمالية الكرة في صالح نشوفه أكثر كرة أنه الناس ما عايش الضيع وقت كما الفار جاء بشياتي كل حد حق كما سيستيم تعلورجو سمي وتوماتيك حاجات معناها جديدة قاعدين نشوفوا فيها وقاعدين أكيد إيجابية جدا في كورتران تلعادة توزيعات الطويلة هذا ناشحة فيها وليت انكمبات انكمبات في الميليوترا في الديفاس كلها اشتراكات كلها قوة بدنية مشوفها كالخمسة تقاعدين بمشوفها بالطريقة هذه لكن يرزيست الارجنطين يرزيست يرزيست قادين يستران تلعادة 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 للارجنطين تترى الاخرين أطول منهم في القامر لكن تلعادة 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 بالنسبة للفريق الهولندي يحب يرنفس تلعادة حتى كما نقول فيزيك كبير وبالنسبة للارجنطين بالنسبة للارجنطين تلعادة 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 كبير أيضا من الارجنطين أحباء الارجنطين وجمهير الارجنطين تحاول بعدد كبير لا أخرج ميسي رغم كلها كورات عالية لكن يعرف أهمية ميسي في المشموعة ومن ناحية ومن ناحية أهمية ميسي مع صحابه وحضوره في الميدان هولندا حتى في فيزيك ما عادش بقى فيزيك ما عادش ما عادش ولو يقضل معاش ماش تلع في لعبها ولا تطور في كورا القدام نطفي تأسف وشوفنا هولندا ونعرفوها وإذا نشوف كيف يشكور بتاع هولندا وليت ما فانقال قتل قتل الهولاندية والله مجيد في ديماتش كيماناكي ديماتش أمبرطان وليحشتك برزولتا في الوقت الأخراني ساحات يطلع يطلع اسم أكسيال فاندايك فاندايك يطلع ولي مهاجم ما هو يبريسي في تشتوز البنيفيت يبريسي في القرديان فاندايك هذا يطلع الأكسيال يبدو طويل ويطلع ونحن نطول عنه كورونا لابدو زيان بار حاجة عادية جدا واضح نودفي تأكد كلام أعتقد كامتن الحمادي والأسلام واضح يابالا كاليتي يعني القماش الهجومي وقال حشتك بش ترجع في سكور كما وقلنا ما هيش هولاندا بعيدة كل البعد عن القماش الهجومي المبهر وقال يقبال كينسي دورف ودافيدس وقدامهم مش عارف فالبسط واسماء أخرى هولاندا ذي معروفة لعب عند كل خط يقول فاندايك بعد فرانكي ديونك شوية والقدام دي باي دونك ما يبوه ثلاثة لعبين ما يعملون نصف نائق عالم وعرفنا المحدودية الهجومية في الحقيقة توقفت وأتفاجأ عند المحدودية الهجومية وقتين الفريق مطالب بصنع اللعب وبخلق لجمات سميوها هجمة مركزة سميوها ترانزيسيون رابيد كما تحبوا فشلت هولندا في صنع اللعب وفي خلق فرص صحيح عادل الذي في ظل تكتل أرجنتيني نعود هذه أرجنتين في الدفاع ما هو ما نقول كوستاريكا أما نقول على الأقل لذي أرجنتين على ديكو سميوني في الدفاع على طريقة ديكو هذه الدفاع التي تكون مادريد الراجل مكمل بخمسة التالي وقدم مريدو وبثاثة لاعبين المهم حسني بيناردو هل سكوب دي موند مع الأرجنتين بثلاثة جوارات فاصريلة بوروشاكا بوروشاكا ومارادونا بتادم لاعبين أين فردان وفردان وأسكر وروجيان تهز كوب دي موند هذه مرادونا تستعمل هذه مرادونا 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 جمعية عندهم جمعية وقتا عندهم جمعية أما لي الطريقة التي نعبها سكالوني عالجم دولغول شبيهها بسة وثمانية لأن ذلك عمل تسعين الذي قبل تفقني الطريقة متى سكالوني شبيهها متى بيلاردو لعبها في اليسبي مدرسة تدريبين أرجنطينية ولا دا بما فيها الجانب الدفاعي يعني في شقوق بطريقة شري سألت تعود عليها يعني تعود عليها نحن نحن دقيقة مزيل دقيقة على المقابلة دقيقة 99 هكذا والمدرب بتاع هولندا لويز فانجال قاعد في البنك تخيل لا سمهلي تخيل مدرب تونسي في دقيقة 99 وقاعد البنك والفريق منهزم شنو اللي سير وديمك طريقت وسلوب نعرف أهم حاجة سيلون فيه ما تتراب عادي الناس ما تكيجوية عادي خالفا ندخل رأو الفريق الارجنطيني ميت على المباراة محمد أعتقد حسن من أمر واتكوزين نزيل خارق على 18 مزيلة يكتك من الكلام حسني حكي على الارجنطين وعلى اللاعبين التي تعمل الفريق في الكوب ديموند هذه تفهم دفعيانس كبيرة مع الجوار دريبلور رودريغ وليوم وفينيسيوس ورافينيا معدلوا حتى مر انتقر في الكوب ديموند هذه مقينيش يكون جوار يشد الكورة ويمشي للا تاكون بخلاف مبابي مبابي لا نيمار لعب في الوسط لا لعبش في القلوات وحتى كيف كيف اليوم في البونت سيماجيد تاك معنا دوبلين دو عمل موش هو اليهز ومشي فهمت بالضبط ما عاد 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 ومشي تراوخ وتنعب بأهلاواني وستعراضي الناس كل الدافع ويزم الوقت لا ينتظر في كاس لعالم مبابي مبابي هذا يفسر الرسوم بالفتس 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 عثمان تكنيس تكنيس يبير في في التيرو دك نطد طبعا مع بعضنا اثمان و وبقية ما نتصور سعيب وانتي ما تحبش متصور اوه خذوها اوه لا 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 ملخص مجيز حماد 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 يحبظ يحبظ لو تعمل باستوف عادل لساعة الأولى في أتاسي عصبور يحب ذلك ترع عليك تعمل الباستوف عشرين ثانية فقط وغدوا نجيبه الأتاي اليوم تانجو وغدوا نجيبه الأتاي النتيجة في الأتاي هو هو بصراحة كنا كنا نخم وقوله نبدأه بعد الماتش أبدأه العشرة وقلنا بعد كي تصير برولغسيون بلانتيجة شعطوا لحده خدشي قد ربوة صعبة هنفرجوا في الماتش معنا بشر نيس أكيد يتبعوا في الماتش في المقابلة ويتفرجوا شوية معنا وهذه هي كورت قدم يعني بصراحة حاجة دوق حاجة غير عادية يقعد صاير في مونديال قطر فمهيد تحطت سمحني فمهيد تحطت يد فمهيد تحطت على المدفع ينجم يمشي الفار ينجم يمشي الفار اي موش لا في الصوت طوال ينجم يستنى ينجم يستنى خطف مهيد متاع اللاعب اللي سجل دفعه بيده بكف يده الهدف ما زال ما تحسبش مازال لاي مازال هزال ما تحسبش مازال ما فيماش حاجة واضحة لاي الكف الهد محتوط بالهدوه الحسن ما الأمر الأمر لم يحصم وأكيد بالشيال تجاء الفريقان إلى الحساس الإضافية نرجع حساس الإضافية وربما ما تكون كافية لتحديد اسم المتأهل للمربع الذهبي كأس العالم قطر 2023 نرجع لإمبرات البرازيل وكرواتيا زلزال في استاد المدينة التعليمية طبعا بعد خروج المنتخب البرازيلي مزيد تفاصيل في هذا التقرير مزيد 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 مرحبا من جديد في انتظار استئناف اللعب في الحساتين الإضافيتين في ممبرات مثيرة ومشوقة أكيد الموعد الآن مع تونس بات والمسابقات والجوائز وطبعا المفاجآت تونس بات موقع الرهانات الحقيقي كيف العادة المفاجآت متواصلة مع تونس بات الموقع اللي فيه 13 ألف لعبة والرعي الرسمي لبرنامج 9 سبور للموسم الثاني على التوالي واللي عودنا كل حلقة بربحة جديد أما قبل ما نبدأ الكويز متاع العادة طوال فقرة متاع البرونوسيك الخاصة طبعا باللكونسيطان وانتونس بات تعطيهم الفرصة باش يتكاهنوا بنتائج المباريات ومتيج مباراة غدوة بالتحديد والربح كالعادة ألف دينار لمن يتكاهن أو يتوصل إلى الإجابة الصحيحة بخصوص مباراة البرتغال والمنتخب المغربي طوال أكيد كويز زادة على خاطركم مع عزيز عليهم تونس بات تدلح ورفائها وضعها في الربح بمناسبة المونديال كيف ما سبقوا شوفنا في الحلقة الفارطة طريقة اللعبة تبدت وريهام ثلثة حقبينة طوى اللي أكيد باش تلعب و باش تحاول تجيب مبلغ أخوى وإن شاء الله حظ سعيد الجميع كل عادة المبلغ اللي بشتعلينا هو قيمة المبلغ اللي بشتعب علي الكويز متاع العادة اللي هامان وسأل بيكم مرحبا عيسك أهلا بيك طيب كل عادة عنا فرصة جديدة الربح للي كونسولتان و باش نتكاهن بمباراة المغرب و البورتيوغال و كل عادة زادة باش نلعب و لكويز متاعنا و نكتشفو قداش قيمة ربح حد البارح البارح لا بالنسبة المباراة لبرزيل و كرواتيا ما كانش معنا فئيس كل حتى لبرزيل اثنين بلايش تاتة بلايش تاتة بواحد حمادي قداش حطيت 20 سفر لبرزيل 20 سفر نفس نتيجة حطيتها هنا ها نفس نتيجة اه مرشد اه حثمان ثلاثة تاتة بلايش ايك هوا اللي يحسب واحده نشوف شو كماش ريهان مش تحسب و نشوف شورة بتجيال زمور دوك كل عادة ريهان بش تعمل المحاولة متاحها خانس من يد بلال الربح اذا يعطيكم الصحة باش تشاركوا معليكم كانت جاوب على سؤال ما تروح على الشاشة تدخل صفحة الفيسبوك الرسمية الخاصة بتونس بيت تكتبوا كومنتر فيه الاجابة الصحيحة ويوزر ايدي متاعكم والفائز اللي باش يتم اختياره بعد عملية القرعة باش يربح الجائزة اللي كما شفتوا قيمتها خمسمائة دينار بالتوفيق الناس الكل ومتساوش اللي تونس بيت فونت كوم هو موقع الرهانات الحقيقي دونس بيت موقع الرهانات الحقيقي اربع اربع اهداف اربع اهداف يغني لحد الان الارجنتين اولندا ثلاثين من الجهتين مقابلة يعني مثيرة الى ابعد الحدود وسيناريو هيتش كوكي الى حد الان المنتخب الاولندي يقلب الطاولة مبدئين على منتخب الارجنتين بعد ما كان زمنة ميسي متخدمين بهدفين مقابل السفر عدنا تقيين منذ قليل على مباراة البرازيل وكرواتيا نحكيوا على هذه المباراة وانتابعوا بالتوازي مع ذلك مباراة الرجنتين وهلندا يلا عبد المجيد قليل نحكيوا عن البرازيل قلت وكرواتيا خلي في انتظار ان تقنيا تتحسل الامور يدخلوا جماعة الصوم يركحوا لك الميكرو ونرجع الولاد العالمين في علاقة بالمباراة هذه بالمباراة لقاعدات سير هنا توجد تأقل المنتخب الهولندي بعدما غير رسم التكتيك الـ 4-4-2 بعدما كان يلعب 3-5-2 ولو 4 في الدفاع 2 ارتكاز و2 اطراف وفهم زوز مهاجمين القدام هنا التصرف في الناحية الدفاعية نشوف تقريبا الصورة العكسية للشوط الثاني اللي كانت فيها هولندا في نص الملعب متاع الارجنطين والارجنطين في الدفاع تقلبت الآن بعد تغيير النتيجة والت الارجنطين هاي المسك الكورة والمنتخب الهولندي الهنان المشكل في الأيروبير نحكي وإحنا كنت تتظر منك عثمان أنك تحكي لنا شوية على عملية تنفيذ المخالفة هو وقت يغيب عندك بالنسبة المخالفة عاد الوقت يغيب عندك الكودجيني وقت يغيب الكودجيني هنا ما تنجم تكون كنا محذرة الجنر يتخدم في التمرين لكن أنك تأمن وفي التوقيت هذاك وتكون عندك القدرة مع المنتخب الارجنطيني يتأخ الديسيزيون باش تعمل الاجزيكوشيون الكمبينيزون باس في قلب الدفاع المنتخب الارجنطيني يزيد أكد كما حكّل ما حكّل نفس ما فهم الجوار اللي نجم يحط للكورة ديريكتومو وقت اللي ما عندكش الكودجيني تمشي للخدمة والتمارين معناها اللي تخدم بطبيعة الحال تخليك تنجح في أوقات حساسة يمكن الهنا اللي قلت المشكلة فما تأقلم من ناحية الدفاعية متاع المنتخب الهولندي وقت لتغيير الرسم التاكتيكي وفترة الأخيرة لكل مع لويزفانغال بالتلاثة خمسة اثنين هذه التصرف من الناحية الدفاعية والأيروبير اللي نحكي وعليهم عند الجوار وقت يتبدل تكتيك حتى من ناحية الضغط حتى ولو البلوك عالي متاع المنتخب الهولندي يلقوا بتبع الحال لبهم لنجم ويفكوا الكورة والتصرف بتبع الحال المنتخب الارجنطين الهنا نجم نشوف تغييرات خطر عندك تغيير إضافي في كل الأوقات الإضافية نجم نشوف تغيير هجومي بتبع الحال يحاول لربما يكمل المباراة في 120 دقيقة من غير ما يمشي الركلة الجزائية واضح لكل حال بشرج الحكي على هذه المباراة وأيضا على مباراة برازيل وكرواتيا اللي أهم ما حكيش عليها عادم جيد لكن قبل هذا نمشي وفاصل إشاري ثم نرجع ونواصل الحديث